إن ينزه الله عما لا يليق به السماوات وما فيها والأرض وما فيها والتسبيح يمكن أن يكون بلسان المقال ولكن لا نفهم تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سورة الإسراء الآية أربع وأربعون وإما تسبيح بلسان الحال لفقر الكون كله وحاجته باستمرار لله ولأنه يكشف عن كمال صانعه بحيث لا تجد فيه إلا الكمال وهو العزيز الذي لا يمتنع منه شيء الحكيم في صنعه حيث يضع الأمور في مواضعها هذه الآية إلى الآية الخامسة جاءت لتحكي ما جرى للمسلمين مع يهود بن النظير الذين نقضوا عهودهم مع الرسول فدارت الدائرة عليهم فتم ترحيلهم من بلادهم والاستيلاء عليها والقصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر إلى المدينة عقد مع يهود بن النظير صلحا على أن لا يكونوا معه ولا عليه واستمر هذا العقد بعد انتصار المسلمين في بدر فلما كان يوم أحد وهزم المسلمون قرروا نقض عهدهم ولذا توجه زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة في أربعين راكبا واتفقوا مع أبي سفيان على مواجهة النبي وأخبرت السماء النبي بهذه المؤامرة وتجسد نقض هذا العهد بمؤامرة دبرت لاغتيال النبي عندما كان في حصون اليهود ولذا قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التخلص منهم ولكنهم قوم أشداء ولهم حصون منيع ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يوجه بعض أصحابه لقتل زعيمهم كعب فقتله ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا من بلادهم وقد أجلهم عشرا ولما لم يخرجوا ويرحلوا حاصرهم النبي عشرين ليلة وأمر أن تقطع نخيلهم لتسهيل الدخول عليهم ولما أدركوا عجزهم عن مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرروا أن ينزلوا على حكمه فصالحوه على حقن دمائهم على أن يخرجوا من أرضهم ويسيرهم إلى أدرعات في بلاد الشام وهكذا كان ونعود إلى الآيات يذكر سبحانه أنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود من أوطانهم ديارهم وكان هذا أول حشر أول اجتماع من المسلمين لقتال اليهود وقيل هذا أول إخراج لليهود من ديارهم ثم بيّن سبحانه ما كان فيه من قوة ما ظننتم أن يخرجوا لم يظن المؤمنون أنهم قادرون على إخراجهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله واليهود أنفسهم لم يحسبوا يوما أنهم سيخرجون لأن حصونهم منيعة تدفع عنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي جاءهم عذاب الله من حيث لم يحتسبوا ويقدروا من حيث قتل رئيسهم وألقى الله الرعب في قلوبهم ثم أخذوا في تخريب بيوتهم عندما أرادوا الرحيلة بأيديهم وشاركهم المؤمنون أيضا في تخريبها فاعتبروا يا أولي الأبصار اتعذوا يا أصحاب البصائر من هذه القضية يعني لو لم يصبهم هذا العذاب الذي وقع لهم لكان هناك عذاب آخر ينتظرهم أهم فما وقع لهم هو قتلهم وأسرهم ولهم أيضا في الآخرة عذاب النار ما وقعوا فيه من ترحيل وعذاب إنما هو لأنهم عادوا الله ورسوله ومكروا وخدعوا فأنزل الله بهم هذه النكبات ثم أعطى سبحانه قاعدة عامة وهي أن من يعاد الله ويكفر به فإن الله سينزل به عذابه الشديد في الدنيا وفي الآخرة بيانوا أن ما قطعه المسلمون من نخيل أو تركوه قائما كما هو إنما كان ذلك بإذن الله وأمره وليخزي الفاسقين إنما كان ذلك القطع جزاء للفاسقين وهم اليهود جزاء كفرهم ومعاداتهم لله ورسوله يذكر سبحانه حكم ما تركه بني النظير من ممتلكات وأموال ولمن تكون فقال سبحانه إنما أعده الله على رسوله من أموال بني النظير الذي لم يكن بخيل الغزاة أو إبلهم الموجبة للمشقة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذا نفي أن يكون ما تحقق من نصر نتيجة حرب الغزاة أو إبلهم ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء ولكن الله يوجه رسوله ويمكنهم من قهر أعدائه الكافرين حيث يلقي في قلوبهم الرعبة فيسقط ما في أيديهم ويتم استسلامهم بدون قتال كما وقع لبني النظير والله على كل شيء قدير بيان لقدرة الله المطلقة في الأشياء وأنها نفذة لا يمنعها شيء هذا حكم الفيء وهو ما يغنمه المسلمون بدون قتال حيث وقعت عدة حصون وقرى لليهود صلحا على يدي رسول الله فهذه تعود كلها إلى الله وما كان لله يعود إلى رسول الله ومن رسول الله إلى أقربائه من بني هاشم وبني عبد المطلب ولأيتامهم ولمساكينهم الفقراء وأيضا لأبناء السبيل وهم الغرباء عن بلادهم الذين فقدوا نفقاتهم وأجرة العود إليها ثم بيّن سبحانه علّة هذا التوزيع بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني هذا التوزيع لمال الفيء لألا يحتكر المال الأغنياء بل إنما لأجل أن ينتقل من يد إلى يد ويتداوله الناس بهذا التوزيع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قيل إن الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسهم لهم في الفيء ويوزع عليهم منه شيئا فنزل قوله تعالى وما آتاكم الرسول والآية عامة بلسانها فيجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر كما يجب امتثال أمره فيما يزجر عنه وينهى عن القيام فيه وهي تعطي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة مطلقة في كل ما يتكلم به ويقوله واتقوا الله ادفعوا عذاب الله بطاعته وطاعة رسوله إن الله شديد العقاب أي عذاب الله كبير وشديد بيّن سبحانه فضل المهاجرين الذين تركوا أوطانهم فرارا بدينهم وأنهم يستحقون من الفيء وتركوا أموالهم أيضا وبيّن سبحانه أهداف تلك الهجرة بقوله تعالى يبتغون فضلا من الله يطلبون عطاء الله وإحسانه وفضله ورضوانا يطلبون كامل رضى الله وتنفيذا لإرادته وينصرون الله ورسوله حيث شكلوا مع إخوانهم الآخرين نواة جيش الإسلام تحت قيادة رسول الله وقد حققوا المعجزات معه خلال فترة قصيرة أولئك هم الصادقون بيانوا أنهم هم الصادقون في إيمانهم فإن من يخرج من بيته وبلده ويتخلى عن أرزاقه وأمواله في سبيل دينه وعقيدته فهو صادق وفي منتهى الصدق مع نفسه ومع إيمانه الآية تتناول الأنصار وتذكر فضلهم بعد ذكر فضل المهاجرين والأنصار هم سكان المدينة التي هاجر إليها النبي تبوأوا الدار سكنوا المدينة واستقروا فيها وهم أهلها كما استقر الإيمان في قلوبهم شهادة من الله بإيمانهم الثابت فهؤلاء الأنصار كانوا بالمدينة قبل قدوم المهاجرين وقد مدحهم سبحانه بأنهم يحبون من هاجر إليهم لأنهم إخوانهم في العقيدة والدين وأيضا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا يعني لا تضيق صدور الأنصار ولا تحمل حقدا أو حسدا على إخوانهم المهاجرين الذين قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفيء فيهم دون الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الأنصار يقدمون المهاجرين على أنفسهم وإن كانوا بحاجة وهذا هو الإثار الممدوح أن تقدم غيرك على نفسك في أمر أنت بحاجة إليه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون من يدفع بخل نفسه وحرصها بما عنده فيدفعه إلى غيره ويسخو به فأولئك هم الفائزون بجوائز الله وأهم تلك الجوائز الجنة وما فيها الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار هم ممن أسلم متأخرا سواء كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده من العصور المتأخرة هؤلاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان المتأخرون يدعون للمتقدمين لأنهم ضحوا وبذلوا وجاهدوا ولولا ذلك لما قام للإسلام عود فبفضل جهادكم وصلنا الإسلام وكنا مسلمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا دعاء أن يجعل الله قلوبهم لا تحمل حقدا ولا حسدا للذين آمنوا سواء كانوا المؤمنين في زمانهم أو من يأتي بعدهم ربنا إنك رؤوف الرحيم كثير الرحمة والرأفة بعباده حيث بعث محمدا لهدايتهم وأنزل القرآن الاستفهام للتعجب من حال هؤلاء المنافقين حيث تعاهدوا مع يهود بني قريضة وبني النظير وسماهم إخوانهم لأنهم إخوة كفر وانحراف أو لأنهم كانت تربطهم بهم علاقة ود وحب قالوا لليهود إننا معكم في السراء والضراء لأن اضطررتم للجلاء والخروج من أوطانكم سنخرج معكم ولن نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا أمرنا بقتالكم وإن جر بينكم وبين المسلمين قتال سنكون إلى جانبكم ونقاتل معكم وننتصر لكم ولا نترككم وشأنكم ويكشف سبحانه أنهم كذبة فيما أعطوه لإخوانهم اليهود والله يشهد إنهم لكاذبون يكشف سبحانه كذب المنافقين ويقول بصراحة ووضوح تقرير لواقع المنافقين وكما جرى لهم أخبر سبحانه عنهم بأن النبي لو أخرج اليهود وهجرهم فلن يخرج معهم المنافقون بل سيبقون في ديارهم يرون مشاهد التغريب لليهود ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لو جرت بين المسلمين وبين اليهود حرب فلن ينتصر المنافقون لليهود أو يحاربوا معهم وهكذا كان ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وهذا من باب الفرض وأنهم لو أرادوا أن ينتصروا لليهود ويحاربوا إلى جانبهم لكان نصيبهم الفشل والهزيمة حيث سيفرون من أمام المسلمين هاربين لا يلوون على شيء ثم لا ينصرون يعني